اشتركوا في القناة وزارة الخارجية في بيان لان الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعدة المغرب في اطار الكاريتة التي المت بها مضيفة ان المساعدات تتمثل في فريق تدخل الحماية المدنية مكون من ثمانين متخصصا وكانت الجزائر قد ابدت امس السبت استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية لمساعدة المغرب على اتر الزلزال العنفة وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية ابدت السلطات الجزائرية العلية استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال الطلب من المملكة المغربية كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوية امام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء